قصف بلا توقف وقذائف باتت تصل الأحياء السكنية بشكل شبه يومي هذا ما تصح عليه مختلف مناطق البلاد وهذا ما جرت عليه العادة منذ أولى أيام الحرب وفي حين يستحضر الموت كل مناطق المواجهات أصبح البحث عن فرص النجاح هو الهم الشاغل لمعظم الأهالي الذين اضطرتهم الحرب ترك منازلهم واللجوء إلى المخيمات البعيدة مخيم الخانق الواقع في مديرية نهم إحدى المناطق التي نزح إليها المئات هربا من واقع المواجهات بات هو أيضا منطقة مستهدفة من قبل قذائف الميليشيا فلم تكتفي حرب الانقلاب بتشريدهم بل تجاوزت ذلك بكثير لتضعهم في مرمى النيران اليومية القذيفة من حداتي ليلة من صالحة وثاة يضربون ليلة شقنا جنبنا شقنا والبارح وقعت فوقنا مصادر محلية أكدت أن القذائف التي سقطت على المخيم أدت إلى مقتل مدنيين وإصابة أربعة آخرين منهم طفل وتسببت بخلق حالة من الخوف والهلع لمن تبقى من الناجين يوم انتل والآخر يزداد أعداد الضحايا من المدنيين وفي حين تمتد أيام الحرب ينحسر أمل النجاح وتتقلص بعد ذلك كل فرص الخلاص